مرحبا بكم على قناة اخبارية الحياة لا فيه كيف ما تعودتوا في كل يوم هنا اخبار و احدات جديدة ومثل نوع اليوم بش نحكيه على تسريحات او هجوم مجدي بوذينا مهدد المشيشي قالوا اشكي الاسباح احنا باش نتسلموا الحكم و باش نحاسبوكم واحد واحد هي جماء النائب عن الحزب الدستوري الحر مجدي بوذينا رئيس الحكومة هشام المشيشي بسبب قرار الحكومة لرفع قضية ذات كتلة الدستوري الحر وقال بوذينا موجه كلمه للمشيشي اشكي الاسباح احنا باش نتسلموا الحكم و باش نحاسبوكم وتابع مجدي بوذينا مهددا عشر سنوات من الحكم للنهضة وحلفائها ممن يعتقدون انفسهم انهم حداثيون دمرت البلاد اقتصاديا كما قال وكانت رئاسة الحكومة اكدت في بلاغ لها رفضها لما صدر عن النائبة عبير موسي رئيس كتلة الدستور الحر اثناء الجلسة العامة يوم الاثنين من تهجم وتهديد استهدف وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي الفاب بن عودة ووزير الشؤون الاجتماعي محمد ترابلسي اثناء اجابتهما على مجموعة من الاسئلة الشفاهية بمجلس نواب الشعب وقرارات رئاسة الحكومة توجه الى قضاء ورفع قضية ذات النائب عبير موسي وبقية نواب كتلة الدستوري الحر من اجل الافعال المرتكبة ذات وزيرة التعليم والبحث العلمي ومعتبر ان هذه الممارسات مخلة بالنظام شبك ما حاسبتوش تليف الكرامة والاعضاء النهضة كيبدأ يضربوا في العبيد فما دي جاهه اليوم كسر تليفون متعنيبة الديمقراطي وتمسوا من الدولة ومن الياتها عمل مؤسساتها وتعطيل السير العادي للمرفق العمومي وشار إلى ان عبير موسي وعددا من اعضاء كتلة الديمقراطي الحر تسببوا في احداث فوضى بعد نحو ساعة من انطلاق الجلسة العامة المخصصة صباح الأثنين لتوجيه أسئلة شفاهية لعدد من أعضاء الحكومة مطالبين عبر مضخمات الصوت ووزير التعليم العالي بالمغادرة ومرددين شعار دي جاجة مضطر رئيس الجلسة إلى رفع الجلسة في مناسبتين قبل الاعلان عن رفع اشغالها دون تحديد موعد جديد لها اتسبب وعدهم ورقاهم من الجنة يونسي كما قاد عن نواب كتلة الديمقر الدستوري الحر ردود وزير الشؤون الاجتماعية محمد ترابلسي ورفع شعارات تعبر عن رفضهم وقبول أعضاء من الحكومة الحالية في مجلس نواب الشعب وتدعو لإسقاط حكومة المشيشي وأعفاء رئيس البرلمين رشيد الغنوشي من مهيمه ما تنسيوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس ونقلكم باي باي وكي ما قلتلكم ما تنسيوش الاشتراك في الصفحة على الفيسبوك اسمها أونلاين ميديا أشعى نفس اسم القناة وباي باي